اشتركوا في القناة والاهتمام بها وصونها وتعزيزها وحمايتها واستدامتها يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي باعتبار الثروة السمكية من الموارد المهمة للمواطنين في مملكة البحرين واحدى مميزات المملكة جغرافيا توجيهات جلالته ايده الله جاءت مكملة للمبادرات السابقة التي حضت بدعمه ودأبت حكومة مملكة البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم كافة المبادرات وتسخير كافة الامكانيات من اجل الحفاظ على الثروة السمكية فعلى سبيل المثال لا الحاصر يمثل المركز الوطني للاستزراء السمكي في منطقة رأس حيان احد العلامات البارزة في سير المملكة في الطريق الصحيح من اجل الحفاظ على الثروة البحرية اذ ان مشاريع الاستزراء السمكي تعتبر صناعة واعدة من شأنها الاسهام في رفع الطاقة الانتاجية من الغذاء السمكي بمملكة البحرين الاطار التشريعي والقانوني ايضا كان مساهما في الحفاظ على الثروة البحرية بشكل عام اذ ان مملكة البحرين شرعت العديد من القوانين واللوائح والانظمة المرتبطة بعملية الصيد البحري وتحديد انواع وطرق الصيد ومواسم التكاثر التي يمنع فيها صيد انواع معينة من الاسماك وكل هذه الاجراءات تدعم التوجه العام لكافة الجهود في الحفاظ على الثروة بمسؤولية وطنية من الجميع وتطوير بيئة الاستزراء السمكي وتنميتها من خلال دعم المبادرات والشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق هدف اسمى وجوهري هو الامن القذائي في مملكة البحرين اشتركوا في القناة